تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وفرنسا نمواً متسارعاً في العديد من المجالات والقطاعات بما يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الممتدة منذ عقود حيث تعتبر الإمارات الشركة الاستراتيجي الأول لباريس في الشرق الأوسط ومن بين أكبر دول المنطقة استثماراً في فرنسا ولتعزيز هذه الشراكة والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية أبرمت الدولتان خلال السنوات الماضية عشرات الاتفاقيات وأطلقت مجموعة من المشاريع المشتركة القادرة على ترصيخ العلاقات بين الجانبين وخلال عام 2008 تم إطلاق لجنة الحوار الاستراتيجي الإمارات الفرنسي والتي هدفت إلى تحديد الفرص والشركات لضمان استمرارية التعاون في العديد من المجالات المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة والطاقة إلى جانب الصحة والفضاء والأمن الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات بين البلدين ترجمتها الأرقام والإحصائيات التي كشفت عن بلوغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وفرنسا خلال أحد عشر عاماً فقط نحو ثمانين مليار دولار وذلك بحسب بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية التي كشفت عن نمو التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة خمسة وسبعين في المئة منذ عام 2010 لتصل إلى ما يقرب سبعة مليارات دولار نهاية العام الماضي وإلى جانب أن الإمارات تمثل حاضنة لأكبر جالية فرنسية في منطقة الخليج فهي تعد أيضاً مركزاً لأكثر من سبعة عشر ألفاً ومائة علامة تجارية فرنسية وتستضيف نحو ستمائة شركة من كبريات الشركات الفرنسية المدرجة على مؤشر كاك فورتي وبلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في الإمارات نحو خمسة مليارات دولار ولم تقتصر الشراكة بين فرنسا والإمارات على المجالات الاقتصادية بل شملت القطاع الثقافي إيماناً من الجانبين بأهمية مد جسور التواصل بين شعبي البلدين وخلال السنوات الماضية شهدت هذه الشراكة إنجازات كثيرة تمثلت في افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي وأكبر مشروع ثقافي تروج له فرنسا في الخارج بتكلفة مليار دولار